وارجع تلك تاني وكل إنسان في الحياة ليه جانبين جانب معرفي وجانب وجداني كلمنا في الجانب المعرفي والتعليم والتعليم الجديد في مصر وإزاي نطور من حياتنا ومن ولدنا طب والجانب الوجداني معايا النهاردة موهبتين في منتهى الجمال بصراحة بالنسبة لي معايا ضحى أهلا يا ضحى أهلا بك نورتين يا ضحى أهلا يا مستر هشام إزاي حضرتك بكلم مع ضحى ومع شام مع المواهب المصرية الجميلة بعيدا عن التعليم ليه جانب وجداني الجانب الوجداني في الفن في الرسومات في المواهب اللي هنظهرها على الشاشة عشان نقول إن احنا ناس بنعترف بالتعليم وبنعترف بالمواهب عشان نكون في أحسن حال ضحى عرفيني بنفسك ضحى أيمان طالبة جماعية لسه دخل أقول لفنون جميلة إن شاء الله إن شاء الله بس يعني رسم دم حضرتك عارفة وتمسيل عايزين نقول لمشاهدين مش لحضرتك رسم وتمسيل موهبتي بتاعت التمسيل بدأت من وانا صغيرة وكانت مامتي اللي بتشجعني بس بعد كده بقى لقيت برضو كفية موضوع الرسم فبرضو كانت كيف تقف جنبي وكانت بتساعدني في الألوان وجبل الماتيريال وتقول لي عميلي كده فمو هي لو قفت جنبي في كل حاجة رسوماتك الجميلة هتزهر على الشاشة للمشاهدين ويشوفوا ويقولوا رأيهم هما كمان في رسوماتك يا طرح أنت الرسومات أو التمسيل انتي قلت يا ماما اللي علمتني وساعدتني وقف في طهري في حد في العيلة أنت واخدها منه وراسة؟ لا يعني أنت اكتساب؟ ممكن بس ما فيش حد في العيلة اللي لقيته بيرسم أو بيمثل وكده صورك وانت بترسمي واضحة على الشاشة وجميلة ورسوماتك جميلة تايت بالضبط في شهدات تقدير أنا شايفها معاك يا ضحة قول لنا أول شهادة كانت منين وفين؟ أول شهادة كانت مما درسك وانت دخلة في المسابقة وكده كان في رسومات كتير قوي أخذوها في المعارض وكده مش معايا أصلا دخلت مهرجانات واخدت شهادات تقدير على شرق مدينة نصر أدفع الشهادة كده ووريها لذي المشاهدين ووري الشهادة التي تكلمي عليها دي على شرق مدينة نصر تبع المدرسة تبع المدرسة تمام والشهادة تانية ودي مركز الموهوبين في وارك وانت في وارشة عمل ثبتي إيدك على الكاميرا في مطحف المصري تمام ودي شهادة تانية يا دوحة عشان الكاميرا تجيب الشهادات تمام ودي من وزارة الثقافة تمام يا دوحة رفعها كده للكاميرا تبع وزارة الثقافة احنا بنتشرف بيكي طبعا يا دوحة وفي جمالك وفي جمال شهراتك ودي على مستوى المدرسة في المصرح برضو كل الرسمي دوحة النهاردة بتأكد لي وانا بأكد لكم فل حلقة ان مدارسنا مدارس ممتازة المدارس الحكومية المدارس الخاصة المدارس اللغات الانترناشنال كلنا بنتعاون مع الطالب عشان يوصل لأحسن مستوى دوحة النهاردة من الناس اللي بتقول لي انا اتكرمت من المدرسة اتكرمت من المركز الثقافي اتكرمت في أماكن كتير ومهرجانات كتير هما اللي وقفوا جنبي المدرسة هما اللي يارفوا يوصلوني اللي انا في دلوقتي جميل انك تعترف بفضل مدرستك ومدرسينك شطورة يا دوحة أبراب عليكي هشام ايه علاقة التسويق بالأحجار والأبراج قصة الأبراج والأحجار هي بعيدة عن التسويق خالص عن تسويق مواد غزائية دي المهنة اه بقى لعشر سنين في شغال في شركة مصنع مواد غزائية لكن قصة الأحجار جات لكهوية او كحب الموضوع فيها الجانب الوجديني زي ما نقول اه بتشيل أسرار وفي ناس راحة نفسية قصة ربط الأحجار بالأبراج دي قصة متعمدة أصلا تفكيرها يعني فيه أحجار كتير دلوقتي يطلع لنا على الشاشة ايه أبرز أنواع الأحجار عندنا في مصر اللي احنا بنحبها الفيوز العقيق العقيق منتشر جدا بألوانه وأشكاله وأحجامه الفيوز برضو في مصر محبوب من زمان نعمل فرعنا شغلك باين على الشاشة للناس وكلهم شايفينهم فقل لنا ايه تاني في القبال في الزمرد الزبرجد اللقلق مجلوم مكوناتهم واحدة ولا مختلفين في مكوناتهم؟ تختلف في الشوائب الشوائب هي اللي بتخصص الحجر الشوائب؟ الشوائب هو الحجر السلكة دي هي المادة اللي موجودة في جميع أنواع الحجار اللي موجودة البيور بتاعها؟ البيور بتاعها الشوائب اللي بتتدخل في الحجر هي اللي بتميز الحجر ويختلف نوعه عن نوعه هل كل الأحجار من البحر؟ لا مش كل الأحجار من البحر أما لا استخرجها من غير البحر؟ لا الأحجار أصلا يعني الكتلة اللي موجودة أصلا كلها من خارج البحر اللي موجود في البحار نوعين تلقاتة يعني ما بيقولوا اللقلق والمرجان اللقلق والمرجان اللقلق والمرجان ظلم البحار الحاجات اللي على الشاشة جميلة قوي سبحان الله العقيق والسليماني والفيروز والزمرد والزبردج والجمشت فيه أنواع كتيرة جدا من برا البحار والأشكال اللي أنا شايفها دلوقتي على الشاشة جميلة جدا ومتدخلين مع بعض بطريقة سبحان الله والحجر أصلا بيجي ككتلة ككتعة زي كتعة من الجبل هو التشكيل هو اللي بيصنف الحجر أنت قلت لي قبل الهوى أن فيه شخص هو اللي بيعمل الرسومات اللي جوه الحجر ولا أنا فهمت غلط هو الحجر بينزل بطبيعة رسمه فيه شخص اللي هو بيدور الحجر بيخلي الحجر مثلا على شكل الخاتم مدور رسمة موجودة إسمه الحكاك ده اللي بيحك شكل الحجر ينحط الحجر بشكل معي بس هي الشغلانة من زمان ده اللي مصنفتها لكن هو الحجر بيجي بالألوان المتدخلة دي سبحان الله الطبيعي بيجي بالألوانه الصناعي بيختلف ده اللي بيخلي الفرق ما بين الصناعي وما بين الطبيعي أول مذافي الألوان هل كل دولة مشهورة بحجر معين لا هي فيه دول معروفة بإنتاج الأحجار أبرزها البرازيل والخواتم اللي على الهواء دي اللي على الشاشة دلوقتي دي انت اللي عاملها؟ كل الأحجار دي أنا اللي مركبها انت اللي مركبها أنا اللي مركبها ومعايا تسلم إيدك بصراحة شكلهم جميل جدا قول لي بقى أشهر الدول مشهورة بحجر معين دولة معينة مشهورة بالحجر ده أو بتحبه أو بتحب تعامل معين فيه حجر الفيوز الشباني دورت حجر أساسا إيراني الحجر دورت موجود في إيران والأرجنتين السعودية بتعترف بالكلام ده؟ أه طبعا السعودية عندها أكبر كمية من العقيق واليقوت الأحمر هما اللي بيستخرجوا اللي احنا نروح نستخرج لا هما بيستخرجوا لأن بعض الحجارة أصلا هي الحجارة بتجي أصلا من البراقين يعني هما معترفين بالأبراج والأحجار طبعا أنا عندي ناس كتير جدا بتتعامل معايا من السعودية ومن الدول العربية كلها أنا طبعا ما بفهمش في الدين أنا فيه ناس في الدين هما اللي يرد عليك ولكن هل ده ضد الدين فعلا؟ لا أو موقع ضد الدين؟ لا 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 الحجارة مسكوة في الدين لا لا والمرجمة مسكوة في الدين طيب لو أنا قلت لك في الوقتي تاريخ ميلاد تعرف تقولي البرج و تقولي الحجر اللي ينفع معي يخلي حياتي فيها طاقة إيجابية مش يغير لحياتي لأن تغيير الحياة بالأقدار ربنا سبحانه وتعالى ولكن ممكن يديني طاقة إيجابية ورسي فيه حاجة أنا عايزة أضحها هو الحجر مش موضوع بيجيب إيجابية هو الحجر بيسحب سلبية تمام تمام فبالتاني تفقلوا بالخير تجدوه أنا عندي مثلا حجر ممكن ما يكونش اللي مناس ببرجي بس أنا زب نفسي حبه بتفقل بي بحسني مرتاح في راحة نفسية بيني وبينه طيب لو أولاك بقى طلع البرج بتاعي وقل للحجر الكريم برج إيه برج الجادي برج الجادي الحجر بتحضرتك كعقيق أحمر العقيق الأحمر العقيق الأحمر والفيوز الأزرق طيب والمخت بيقولك برج الكوس برج الكوس برضو العقيق الأزرق اختلاف ما بين الاتنين العقيق الأزرق تمام والعقيق الأصفر لأن الجادي ساعات بيلمس على الكوس عشان رايبين أوه من بعد بنسبة حسب تاريخ الملاكي بس مش في الأحجار ممكن في الطاقة بس الحتة المفيدة هنا بالنسبة لناحية الأحجار تمام إن ممكن أي حجر زي ما أنا قلت حضرتك هي بتبقى راحة نفسية طيب لو سألتك يا شامس وقال مباشر وقلت لك استفدت إيه من الأحجار الكريمة استفدت إيه من الأحجار الكريمة عرفتني شخصيات ناس بقيت بتفهم الناس اللي قدامك آه طبعا بالنسبة لأحجار الكريمة حسب في ناس معها أحجار تمتلكها ما تعرفش قيمتها جميل وفي ناس ورسة أحجار وعرفة قيمتها كريس جدا وما تقدرش يتفرض فيها حتى لو تفهم زي اللي في يده نعمه ومش عارف قيمتها زي اللي في يده نعمه ومش عارف قيمتها أنا شوفت راحة ده يعني جات قبل كده سألت على موضوع حجر تمام حرد جمشت تمام حرد غالي هي كان هي ما تعرفش قيمتها غالي في قيمتها المدرية غالي في قيمتها المدرية والحجر ما والحجر دلوقتي انا بيبنل مثلا من كتلة الحجر فيه احجار شفافة فيه احجار موجودة شفافة بتشوف الباطن بتاعها وبتشوف السطح بتاعها وبتشوف الضغر بتاعها فيه احجار زي الفيوز مقفولة مع ان الفيوز دخل في علاج امراض كتير لانه بيتطحن وبيتاخد كأنه دواء ده حجر ده بالنسبة للغاية القبال بالنسبة للحجر القبال انا بفضله كاي راجل هيلبس خاتم يلبس حجر القبال هتنصح كل الشباب بإيه بالنسبة لإيه للأحجار للأحجار والله دي موضوعها صعب لأن فيه ناس بتقتنع بيها وفيه ناس لا يشتغلوا بس ولا يشتغلوا ويشوفوا بيحبوا موهبتهم إيه طب ما أنا شغالة وهوت تمام وعندي بدل موهبت الأحجار برضو بكتب شغل يعني لما تبقى أب إن شاء الله هتقول لبنك ما تلعبش كورة عشان بتضيع المذاكر ولا هتسيبه لا هتسيبه هتسيبه عشان إنت دلوقتي مؤمن إن الموهبة لها أهمية في الحياة طبعا لها أهمية إنت ممكن أصلا نصيب رزقك ما يكونش في شغلك إنت في شغلك عدد ساعات بتقضيها ووظيفة بتخلصها عندك بعد كده موهبة تانية لو مثلا موهبة الأحجار لعب الكورة الرسم زي معنا بنوضينا الرسم طبعا مع الأستاذة فكل دي موهب فالموهب هي أصلا ممكن تكون مصدر رزقك بعدين طبعا جميل تعمل لك مكان أو مركز مرات طبعا وفي موظفين كتير وبيمثلوا بعد كده دي حقيقة وانت يا ضحى هتنصح كل بنات والشباب اللي زيكم من سنك تقول لهم إيه انت كنت في سنوية عامة وجبتش مجموع كويس هتقول لهم إيه نصيحتك لهم يعني الدراسة ملهاش أي علاقة بالموهبة دي حاجة ودي حاجة ممكن يعني ساعة يعني يكون عايزة مثلا طلعي طاقة مثلا فبيطلعي في موهبتك جميل فافصلي بين انت تذكري وانت موهبة ما تركنش الموهبة بتاعتك او يعني في سنوية عامة كنت مستحيل ان انا ما يعديش يوم علي مجرم ممسك القلم الرصاص عدت لسنوية عامة ممسكتش قلم يعني اللي هو ايه لأ خلاص بقى ده وقت خلاص مفيش لعب او ممكن اكون كنت بغذر في سنين اللي فاتت بس خلاص نبقاش في وقت الهزار والحمد لله ربنا كرمني ودخلت الكوليل اللي انا كان نفسي فيها ليا تبقى تساعدني في موهبتي موجودة على الشاشة وجميلة جدا يعني انا الرسمة على مصر والحمامة كنت تقصدي فعلا مصر واللي كان قصدك ايه ايوه حرية وسلام ايوه فعلا طب والفلاحة والفلاحة دي كنت دخلة بيها مهرجان اللي هو البدو والحمد لله ربنا كرمني فيه والغريب بقى ان انت حطى جوه اللوحة خط الفرعوني معبرة قوي مع اللوحة بتاعتك ايوه كنت بدمج الالوان وكده كنت قصدوها مين اللي علمك الدمج ده مدرسة بتحتي بتقولي برضو مدرسة يعني المدرسة والمدرسة والتعليم هو اللي بيوصلني للموهبة النكحة ايوه فعلا برافو عليك ايضا حجميل رسماتك كلها جميلة نورتيني وشرفتيني نورتيني وشرفتيني سريعا قولي لكل اب سيب ابنك يعمل ايه شوف موهبته او ما تدفنوش حاصلت معي ما تدفنوش بجد سيبه يشوف موهبته بتعتبر عدم الموهبة دفن بتشبهها بالمكبرة اه بالمكبرة وعدم السند هو لما يشبك اصلا انت ذات نفسك بتكسر ما اديفه هو مش هيكمل في حاجة كمان لو انت موهوب يا بابا ما ينفعش تقولي ما تخلكش موهوب اكيد طبعا يعني هو لو شاب بابا بيعمل الموهبة ومامة بتعمل الموهبة اكيد هيكمل الاول كانوا اقول لهم عايز اخش فنون جميلة اقولي هتعمل بيها اي طبقوا مدرسة الراس مش عارفة اقول لهم لا بقى مهندسة ديكور يعني انا ادبي فانا لا اخشها من ادبي ما فيش الكلام ده كانوا كتير قوي معرضيني في العيلة وعملت برضو كلوا فضلت واجب انتم يعني هما معتقدين انا مجموعة علي دوت لا اهيدخاني واصلا كلية احسن ومش عارفة اقول لا انا حبه ده فبردك بابا اعتردت يعني لازم يبقى عندي هدف اه بابا اعترد ولازم يكون عندي اسرار على الهدف بابا اعترد طبعا كتير بس انا مش مسمعتش كلام وانا حبه ده انا مش اعظ اني مسمعش كلام انا قطلك وصالي اللي هو عايزه بالطريقة بالطريقة انا بقى هو كان نفسه في مجموعة معين عشان ما يضايق لي ما تضايقش تعبي وتعبك فانا فعلا عملتو اللي هو عايزه ووصلت بردك اللي انا عايزاه برافو عليك برافو عليك ورسماتك جميلة جدا وانتي نكحة دراسيا ورينا بقى صورة من الصور بتاعتك دي دي حاجة اسمعها منظور داخلي بس سبتيها للكاميرا شوية دي حاجة اسمعها منظور داخلي ديكوريشن حبرت نوم اوضة او ده تصميم اوضة بتترسم بعد كده بتتصمم واخد بالي انت حطيت التكيف بقى من اساسيات بيوتنا او تكيف ونجفه واستورة طبعا والديكوريشن بقى اللي بيتحطت مخدة في الارض والدبدوب وساعة وامراية دي حاجة ده بقى عمود فرعوني سبتيها بس للكاميرا كنت مسافرة اسوان فعجبني او خدت اللقطة وصممتو قربيها للكاميرا شوية برافو وصممتو في حاجة تانية دي كانت سمكة البحر عادي كنت لها حاجة اسمها تأشير ما تشيريش غير لملك قربي كده للكاميرا دي حاجة اسمها زي تأشير خليكي سبطة شوية او تمام او ده عادي ثواني بقى ننشوفها تمام جميلة تسلم ايدك نروح بقى لهشام وريني شوية احجار من اللي معك ده هشام عايزة تشوفيه بزا انا عايزة تشوف العلبة الغريبة اللي انت مخبيها دي لا مش مخبيها بس ورها لنا للكاميرا مفيش مشاهدة عربها للكاميرا كده وقلنا اسم الحجر اللي اتطلعوا ده حاجة اسمها فيوز بلس ده اعتبر فيوز مكسيكي او تمام بسي معانا يا ضوحة ده حجر تاني اسمه كوارتز كرر الاسم مرة تاني عشان انا بحب لا انا مولتني اكون على الدر لا انا ممكن بكلمش على كده او ده كوارتز تمام الحجر دوت من صفوه اصلا ان من كل اتجاه بيدي الوان مختلفة انا شايفة من عندي هنا مديني البنك ومديني الروز ومديني اللبني والسماوي ايو تلف بقى الحجر تاني سبحان الله حسب اختلاف الاضاءة او ينور سبحان الله فيه احجار احجار طاقة او تمام حجر الطاقة دوت يمتصطط الطاقة اللي حواليك من الاضاءة تمام او موجودة او هو واضح خليه لا لا ده الحجر تمام ده بياخد الاضاءة لو نقلت الحجر ده في اي حتة ده المدلوقتي بعد ما امتصم الاضاءة بتاعات الموجودة في المكان هتلاقي الحجر ده نور فسفوري تمام تمام فيه احجار بقى من طبيعة رسمتها هي دي يعني من الحاجة اللي فعلا ما تدخلش صنع انسان فيها غير زي ما انا هقولت لحضرتك التشكيل سبحان الله تشكيل الحجر هنا احجار فيها رسومات من جوه لازم كل احجر دوت يتفصل رسمتها انا عمدي حجر زي الزيت اللي في النص ده ده او بيغمق مع حالة النفسية وبيفتح مع حالة النفسية يعني انا بلاحظها وانا في مود بيبقى غامي وانا في مود تاني بيبقى فاتح ده بيبقى بالنسبة لضغط الدم بالضبط ضغط الدم في الجسم برافو عليك ارتفاع الضغط وهبوط الضغط تمام ده برضو الحجر بيتأثر بي انت عارف ان هو كان بيديني اشارة ان انا اتعبان اروح لدكتور او لا ممكن ده اكيد لان الحجر عايش معاك تمام فيه بقى شغل اللي هو ده ده صناعي انت لو بصيت الشغل الصناعي هو ده بقى الفرق طب وانا فرق ازاي بقى اعرفهم ازاي بيبقى في كترة الالوان تقطيع الالوان الحجر الطبيعي تمام ده حجر اهو تمام فيه تشكيل شجر من جوه انا حجر زي دوت ما بعتوش للوظيفة اللي انا قلت لها ديك عليها الحكك ما بعتوش يبوزوا خسارة خسارة اعمله على الشكل اللي هو فيه فيه حاجات فيه هتتمسح او فيه حاجات فيه هتتشال تمام كل الازرق ده صناعي لأ الازرق ده بس الاصناعي ده الاصناعي لكن كل ده طبيعي عشان الرسومات يعني انا عرفوا ان الرسومات بتاعتهم منامقة او مرسومة هندسيا لأ الطبيعي مرسومة هندسية سبحان الله الطبيعي مرسومة هندسية الا في حجارة التخصيص التخصيص ده زي حجر اليقوت والالماز اعم والالماز زي ما انا قلت لحديثتك بيتكون من مادتك ده عالم تاني خلص السيليكة والكربون اه الحجار دي مش على بعد مترين او تلاتة متر من الارض ده اقل مسافة ما بينها وما بين سطح الارض مية وستين متر ده اللي بيخليها تخرج من الاماكن اللي فيها براكين كتير ده الحجارة فيها حجار تانية بيبقى عليها رسومات موجودة من ظهرها ورسومات موجودة فيها حجار عليها شجر حجر زي ده عليها عصفورة بتاكل من العش بتاعها سبحان الله حجر زي ده كلامك جميل واحجارك جميلة وقتك ده مش بسرعة انت وضوحة لانها حاجات فعلا جميلة والوقت الجميل بيخلص بسرعة للوقت الجميلة بقية هنتقابل تاني عشان نعرف الناس ان احنا ناس حلوة ناس جميلة والمصريين اجدع ناس في الدنيا سواء بنت او ولد سواء ستة او راجل شابة او شابة اعزائي المشاهدين ولنا لقاء اخر مع خمسين دي احياة طمطم في خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته